بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم له الحمد وله الشكر والفضل الكثير والصلاة والسلام على أشرف النبي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومشاهدي قناة عين التعليمية معكم الأستاذ مهند بن سعد للبيد متخصص في تعليم ذوي الطراب فرط الحركة واتشد انتباه بالمرحلة الابتدائية حديثنا اليوم في مجال الطراب فرط الحركة واتشد انتباه للفصل الدراسي الثالث وموضوعنا عن مهارة القراءة عند الطلاب دوي الطراب فرط الحركة واتشد انتباه إرشادات التعلم عن بعد لانتباه أفضل أجلس في مكان خالي من المثيرات الصوتية والسمعية كذلك قم بتدوين المعلومات الواردة بالحصة الدراسية ورقيا أو إلكترونيا وبالنسبة لمعلمي التعليم العام والأسر بإمكانكم الاستفادة مما يطرح في مجال اضطراب فرط الحركة واتشد انتباه وذلك للتمكن من اختيار الأساليب المناسبة للتعامل بها مع الطلاب بسم الله الرحمن الرحيم حديثنا اليوم رح يكون في مجال القراءة رح نتكلم عن مهارة القراءة عند الطلاب دوي الطراب فرط الحركة واتشد انتباه يعني ما رح نتكلم عن مادة لغتي لا رح نتكلم عن كيف نجعل الطالب دوي الطراب فرط الحركة واتشد انتباه يتقن عملية القراءة ان شاء الله اليوم رح نقدم لكم كذلك نموذج لطريقة تعليم القراءة من خلال طريقة اسمها بنك المعلومات بسم الله الرحمن الرحيم غالبا ما يعاني الطلاب دوي الطراب فرط الحركة واتشد انتباه من صعوبة في القراءة بسبب تشد انتباه من المشكلات التي غالبا ما يواجهنها الطلاب دوي الطراب فرط الحركة واتشد انتباه ألا وهي المشاكل في الحروف المتشابهة مثل الس والش ن والت الض والض والص والط كذلك بعض الكلمات مثل كلمة جمل أحيانا قد يقرأها جمال وكذلك قد يعاني في لفظ النطق السليم للكلمات الغير مألوفة أي الكلمات التي لم يسمعها قبل أو يشاهدها أو يكتبها السؤال لماذا الطالب دائما اطراب فرط الحركة واتشد انتباه لا يجيد القراءة بالنسبة لمسألة القراءة دائما ما تكون بالنسبة للطالب يعني في خلال وقت القراءة في أي حصة كان دائما ما يذهب بالجزء الأكبر بالنسبة للطالب في الحصة السرحان وكذلك الملل وبالتالي يعود السبب في عدم قدرته على القراءة بالصورة المقبولة لعدم تركيزها مع المعلم ولم يسمع الكلمات غير مألوفة كذلك لم يسمع مخارج الحروف لبعض الكلمات الموجودة في النص القرائي الآن سنتحدث عن الطريقة المناسبة بالنسبة للطلاب يبدو بالطلاب فرط حركة وتشتبه للقراءة بصورة صحيحة عشان نطور مهارة القراءة فيه خمس خطوات الآن رح نذكرها النقطة الأولى نجعل الطالب يطلع على الدرس بشكل سريع يأخذ فكرة النقطة الثانية تكرار عملية القراءة من مرة إلى مرتين الطريقة الثالثة الشرح بالطرق التقليدية النقطة الرابعة الشرح بالطرق الأخرى مثلا إذا كان فيه فيديوات أو نقدم نمذجة أو لعب أدوار وكذلك في مادة لغتي بإمكاننا نسجل صوت الطالب وكذلك التخطيط على ما فهم وتلخيصه في نقاط مستهدفه عفوا وتلخيصه بهدف المشاركة بها في الصف الآن أمامنا هذا الدرس لو لاحظنا درس الحج والعمرة في مادة الفقه بالنسبة لصف سادس بالددائي لما نبغى نطبق الخطوات الأولى نخلي الطالب يقرأ الدرس قراءة سريعة لما نجي نسألها بعد القراءة السريعة أخذ فكرة نقول له وش اسم الدرس يقول الحج والعمرة خلاص حلنا نكتفي مثلا بهذه الصورة لما نخليه يقرأ مرتين بعدها بوقت نجي نسألها نقول له وش حكم الحج فبالتالي لاحظه حكمه واجب مثلا يعرف مثلا أنه فرض الحج في السنة التاسعة يبدأ يعرف بعض المعلومات يبدأ يحدد المعلومات اللي هو قراها وعرفها وكذلك يعلمك بعض المعلومات أو بعض الأجزاء اللي ما فهمها كذلك بإمكانه أنه يجيب على الصورة اللي واضحة معنا في الجهة اليمنى مثلا بالنسبة للمشاعر يقول والله هذه الصفة والمروة وكذلك هذا الصحن أو الكعبة المشرفة وكذلك هذا جبل عرفة بالنسبة للطريقة اللي تبعناها تو مع الطالب ألا وهي القراءة المتكررة وكذلك تأثيرها على الطالب لما يقرأ بإمكانه النقطة الأولى أنه يكون قادر على تدوين ما تم فهمه في خصوصا المواد الشرعية وكذلك في حفظ القوانين بالنسبة لمادة رضيات زي المتوسط الحسابي فيه قوانين المنوال والوسيط والمدى بإمكانه أنه يدون مثل هذه القوانين يعني يكون عند الطالب قدرة على تدوين ما تم فهمه كذلك يكون قادر على تدوين ما لم يتم فهمه يعني يعرف كذلك وش الأجزاء اللي ما فهمها كذلك تحسن مستوى القراءة وزيادة المفردات كذلك لا ننسى وهي النقطة الأهم رفع مدة الانتباه من خلال تنوع المصادر كذلك النقطة التي تعتبر أكثر أهمية في تثبيت السلوك وهي تعزيز المشاركة والتفاعل في الصف بعض الإرشادات التي تساعد على تحسين مستوى القراءة لدى الطلاب النقطة الأولى التتبع بالأصبع على الكلمات في النص وتساعد هذه الطريقة على عدم تخطي الكلمات أو الجمل كذلك القراءة بتأهني لأنها تعطي الفرصة للطالب بأخذ النفس بين جملة وأخرى وكذلك تساعد على حفظ تركيزة والاحتفاظ بالمعلومة لأطول وقت أحيانا يعاني الطالب من المتابعة سأعطيكم طريقة لما الطالب يقرأ نص وكذلك دعونا نقول أنه يطمر سطر عن سطر آخر هناك طريقة معينة بإمكاننا نستخدمها عن طريق الورقة بيضة يستخدمها الطالب بهذه الطريقة بحيث أنه يقرأ السطر الأول ولا يطمر السطر اللي بعده ثم ينزل على السطر الثاني لما ينتهي منه ينزل على السطر الثالث بهذه الطريقة بإمكاننا نسهل عملية التتبع بدال الأصبع لما الطالب مثلا يقرأ السطر الأول ثم من فجأة يروح للسطر الثالث بإمكاننا نستخدم ورقة بيضاء وكذلك بإمكاننا نستخدم مصطرة فتعتبر من الطرق المسهلة لعملية التتبع البصري كذلك ربط أحداث النص بالواقع لابد على المعلم أنه يقرأ لهم قبل قراءة النص يعطيهم قصة مقاربة للنص اللي راح يأخذونها اليوم وبالتالي يساعده في فهم مضامين النص كذلك لا ننسى التسجيلات الصوتية فأنها تساعد في التعرف على الاستماع للنطق السليم للكلمة لابد على الطالب أنه إذا أمكن يعني أنه يستخدم التسجيلات الصوتية بحث أن نسجل نقطة المعلم لبعض الكلمات الآن راح نبدأ في النشاط على وهو بنك الكلمات اللي أنا أبغاه الآن من الأسرة لمن تتابعنا أنها تجيب معها كتاب لغتي لأي صف كتاب لغتي وأبغى ورقتين بيضة وكذلك قلمين قلم للابن وقلم لمن راح يشرف عليه أثناء عملية التدريس هذه الأدوات وكذلك مصطرة لأننا راح نعرف ليش راح نستخدم كذلك المصطرة راح نوريكم النشاط النشاط اللي هو درسنا اليوم المعلبات الغذائية في كتاب لغتي للصف السادس الصفحة تسعة وثثين طبعا هو كتاب للفصل الدراسي الثاني لما نطالب الآن يعني نفتح له مثلا هذا الكتاب ونبغاه يقرأ مثلا الفقرة الأولى وكذلك الفقرة الثانية النقطة الأولى نخلي الطالب يقرأ على أريحية يخطي لا مانع نحدد بعض الكلمات اللي أخطأ فيها نضع عليها دائرة أو بقلم الرصاص تحتها خط بعد ما يقرأ الطالب النص كاملا أو الفقرة كاملة نجي نسوي هذا الجدول هذا الجدول عبارة عن الكلمات التي أخطأ فيها الطالب هذه الكلمات موجودة في النص على وهي الدرس اللي فتحناه المعلبات الغذائية نضع الكلمات عشوائية هذه الكلمات اللي أخطأ فيها الطالب بعد ما حددنا الكلمات اللي أخطأ فيها الطالب نجي نقول له تعالي يا محمد اجلس هذه الكلمات اللي أنت أخطيت فيها الآن بقراها أنا قبلك بعدين اقراها بعدي يبدأ المعلم يقرأ الكلمات كلمة كلمة طبعا يقراها يخلي الطالب يرد بعده يقرا ويخلي الطالب يرد بعده بعدها مثل ما هلنا منوهين باللون الأحمر يجعل الطالب يقراها لوحده يعني يبدأ يشير المعلم بشكل عشوائي يعني تشير هنا ثم تشير هنا ثم تنزل ثم ترجع عادي للكلمة مرة ثانية تبدأ تشير للكلمات بعد ما قرأتها قراءة صحيحة للطالب وكذلك بعدك الطالب قرأها لوحده قراءة صحيحة النقطة اللي بعدها يكتب الكلمات بشكل نظري يعني نترك الطالب نقول لي الله اكتب كلمة عبوات يطالعها ويكتبها اكتب كلمة الكيميائي يطالعها ويكتبها وهكذا بعدها نقوم بمسح الكلمة يعني مثلا الآن أنا أمامكم أجي بهذه القرقة البيضة أحجب الكلمة أبو لا اكتب كلمة الأغذية وأحجبها يلا يا محمد اكتب كلمة حراريا أحجبها بهذه الطريقة لما يكون عند الطالب تخزين أول شيء عرف بطريقة معينة مثلا عرف شكل الكلمة وخزنها في عقله كذلك عرف طريقة نطقها عفوا بعدها نرجع للنص من جديد ونخلي الطالب يقرأ النص كاملا نلاحظ أنه ستكون في سلاسة وانطلاقة في قراءة الطالب في الختام آمل من أني قدمت لكم ماذا تعود بالنفع عليكم اليوم تكلمنا عن مهارة القراءة بالنسبة للطلاب ذوي طراب فرض الحركة والتشتت الانتباه كان معكم مهند بن سعد العبيد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر